لو دلوقتي الإكستنشن سواء في الرموش أو في الحواجب أو الفيلور أو أي حاجة من حاجات التجميل دي حرم من باب الغش والتدليس دلوقتي أصلاً الحاجات دي كلها بتتعامل عادي على النت وبتطلع الست أفتر وبيفور يعني قبل ما تحطوا الإكستنشن وبعده وكلنا دلوقتي بقينا بنشوف بعض فاهمين مين اللي عمل ومش عمل فبقى ده واضح هل بيبقى لسه برضو حرم؟ زي ما قلنا من شوية إنه الواقع لا يفرض علينا الأحكام ومش إنه انتشر حاجة معينة في الفعل إن احنا نعمله وفي جانب آخر نفسي وهو إنه طب هي البنت بتعمل كده بتعمل كده ليه؟ إذا كانت متزوجة يبقى بإذن زوجها تعمل اللي هي تعمله إذا ما كانتش متزوجة فهي بترسل رسالة مخالفة للحقيقة يشوفها الولد ويظن أنها على هذا القدر من الجمال الخلقي ويطلع بعد كده إنها ليست كذلك الترياءة اللي البنات خدوها من الحكاية دي إنه هي دوبك تدخل الحمام تغسل وشها طلعت أخوي حنفي وإنه اللي حصل وكذا أنتوا ما بتقولوش البلاوي دي بل البلاوي دي بتدخل البنت في ألم البنت لما أقولها أنت حلوة وجميلة وكذا هي ربنا خلقها كده إنها تحب هذا المعنى إحنا كده الوقت لو قلنا أنه دا يعني خلاص دايما هم ماشيين كده بكل حاجة إحنا بنؤلمهم إحنا بنسبب ألم بمتعة زائلة فأنا بس عايز ناخد بالنا من إن الشريعة وهي جاية وطلبة مني أعمل أعمال معينة وامتنع عن أعمال معينة القصد منها في النهاية سعادة الضارين أنا عايز البنت دي تبقى سعيدة على طول تبقى سوية النفس تبقى وثقة في نفسها تبقى تعرف إن الأنوثة في حد ذاتها جمال وإنه هذه الأنوثة ربنا خلقها فيجب علينا إن إحنا ما نخبطش الدنيا ونزود فيها وهذه الزيادات تكر على المقصد بالبطلان مقصد اللي هو إيه اللي هو استقرار النفس والشهوة العابرة دي إنها لازم تعمل كده علشان هي الناس بتعمل كده وكذا إلى آخر ممكن مقاومتها وممكن إن إحنا نتربى على غيرها لو استقاف اللي أنا بقولها دي اللي هي بيدعو إليها الفقه الإسلامي راجيا من ذلك في النهاية النفسية السوية راجيا في النهاية سعادة الضرين راجيا في النهاية الالتزام بالحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها أظن أنه سيكون أفضل والله غالب على أمره يعني إحنا هنمسك كل واحدة ونمنعها من الإكستنشن ومش الإكستنشن ومعرفش إذا كنت بقولها صح ولا بقولها غلط لكن ما ينفعش يا أخوان يعني إحنا عايزين نعيش في سعادة الضرين يلا بينا نعيش سعادة أخرى غير سعادة التغيير والتبديل واللي بيبقى وراها سعادة كتيرة نوع من أنواع الاستهلاكات والفلوس والناس اللي بتكسب من وراها اشتركوا في القناة